قبل فترة صار في عندك خراب صار في عندك انكسار الآن يعني هاي الفترة رح تحاول طول الفترة الجاي وانت تترمم مثل ما بيقولوا جراحاتك في شخص رح يساعدك في الموضوع انا بشوف هذا الكرت ممكن يشمل اي شي لعمل المال الحب العاطفة لانه جامع كل اشي بنفس الكرت فبشوف فيه فيه شخص عم بيساندك لحتى يعني تمر خلينا نقول تمر من هاي الازمات كل ياتا او يرمم لك الجروحاتك معاك انت ما رح تكون لحالك على فكرة خلينا نفتح مثلا هون حبايبي يعني الكروت فيتغير معناها حسب ايش في بجنبها ايش في فوقها تحتها فا خلينا نشوف بشكل عام لبرج العزراء شو مخبيت له الكروت زي ما قلتلك عم بترمم موضوع وعم تحصل على النتيجة اللي بدك اياها روحك عم بتتشافى جسمك عم يتشافى اذا كان في عندك على فكرة عم بشوف فيه يا عملية جراحية مش عندك انت عند شخص بخصك ولكن هاي العملية يعني اللي هي رح تمر على خير لانه بيّن انه في عندنا يعني زي دعوات زي شي لحتى هذا الامر يزول وعم بشوف الموضوع بتحقق يعني عم تتحسن الصحة لهذا الشخص ممكن تكون انت يعني بس الاكتر انه من العائلة عم بيعاني من شي معين مرض معين عملية جراحية زي ما بيّن هون تحت هذا الكرت فيه نجاح بالموضوع والصحة رح تكون تمام لهذا الشخص يمكن يكون شخص عزيز عليك كتير ممكن الوالدة ممكن مش عارفة بس عم يعني بالعكس عم تتحسن صحته ويصير احسن منك انت يعني انه احسن من الانسان الطبيعي رح يهتم بصحته كتير هو شخصيا لا شايف هذا الموضوع عم بيتم على نجاح برج العدراء طبعا من الابراج اللي عانوا كتير بالفترة الماضية ذاقوا الامرين يعني زي برج التور تقريبا والله كل الابراج كانت تعبانة وعم بشوف في استمرارية شوي بالتعب ولكن في بشائر خير في بشائر خير كتير عم بشوف بالوراء لكل الابراج كل التحديات اللي عم بشوفها بشكل عام بالابراج عم بتعلمنا هلأ يعني زحل عم بعلم الكل عم بكافئ الناس اللي كانت تشتغل بجد وعم يعني عاقب الناس بسموه المعلم الأكبر عم بعاقب الناس اللي شوي يعني انظلموا بالنتيجة كمان عم بيختبر عم بيختبر الصبر عند الشخص عشان يكافؤوا بعدين عم يختبرك إذا أنت قدتها ولا مش قدتها فيه فيه نوع من ال عند كل الابراج عم بشوف نفس خلينا نقول النقطة إنه عم بيصير فيه عندهم تحديات هذا العام المشترك فيه كل القراءات فما تفكر حالك أنت صاحب أي برج ما تفكر حالك أنه أنت الوحيد اللي عم بتعاني أو فيه عندك تحديات الكل عم بتصير فيه عنده تحديات عم بشوفك بتنتقل من ممكن مسكن لمسكن ممكن من بلد لبلد أكتر شي من بلد لبلد عم بتسعى لهذا الموضوع ولكن أنا بقول لك مش هاي الفترة يعني هاي الفترة ما كتير أنا بنصحك بموضوع السفر أنت حابب تغير فممكن تغير مسكن ممكن تغير أي موضوع الشغل لا تغيره يا عدراء خليه زي ما هو منيح شايفي شغلك منيح وفيه تطورات في المستقبل فخليك في شغلك لأنه فيه ناس عم بتفكر بتغيير العمل بتغيير بشكل عام فبقولك العمل ما تقرب منه خليه ماشي بالنسبة لهذا الكرت كمان بشوف ممكن يمس العاطفة ممكن تروح من أقصى البرود لأقصى الزهار الحياة عم بتعيش مشاعر جديدة عم بتعيش مشاعر جديدة مع شخص إما جديد ممكن يكون هوائي أو ناري أو مع شخص قديم موجود في حياتك من قبل عم بيصير فيه التقاء بناتكم ولكن انتويا عم بتكونوا عكس بعض عكس الشخصيات يعني شخصيتك انت حامي كتير هو بارد كتير هو عم بيفكر كتير انت ما بتفكر يعني بغض النظر عم بيكون فيه اختلاف كبير مش بس بالأمور الخارجية يعني كعقيدة كبلد كجنسية كعمر لا حتى بالشخصيات نفسها عم بتكونوا معاكسين أو مكملين خلينا نقول لبعض فأنا بشوف انت موجود مع الشخص اللي بناس فك تحتيها مباشرة شايفي برضو فيه سفر هون يعني فرصتك بالسفر يعني ذراء كتير كبيرة خلال فترة ما بعد هذا الشهر يعني مش بهذا الشهر بعد هذا الشهر خلال هاي الفترة اللي احنا عم نفتح عليها عم بتكون فيه اخبار حلوة عم نوقع على ورق عم بيصير فيه اشياء حلوة من ناحية السفر عم توصلنا تطمينات ولكن السفر نفسه رح يكون بعد هاي الفترة على الاغلب كمان بشكل عام رح تواجه حدا اما بمحكمة بقضية او امر بتعلق بالمال عم بتواجهه انك بدك حقك او هو بده حقه عم بتحصل على اللي بدك اياه في هذا الموضوع عم تنتصر في هذا الموضوع اذا كان محكمة مثلا حضانة اطفال او على مال معين على شيء معين اي شيء في محكمة في قضايا في امور مالية انت عم بتكون اكتر يعني الكفة رح ترجح لإلك انت شايفيتك بهاي الفترة ما عندك جلادة للصبر يعني ما عم تكون صبور بدك بسرعة النتائج مليت وفعلا يعني العذراء كتير كتير استنى فمن حقك يعني بس التغيرات ما رح تكون اللي هي كتيرة بهاي الفترة لا شوي شوي عم تتغير للأفضل المهم انها تتغير للأفضل فنكون بس صبورين شوي عم بشوف ناس بتدرس ولكن عم بتضيع كتير وقت عم بتضيع فرص عم بتضيع مشارة ما عم تكون كتير مركزة في الدراسة فنصيحة لبجر العقراء اللي عم يدرسوا أو عم يقدموا لمناح عم يدرسوا دراسات عليا خاصة اللي بي يعني بلد تاني غير الوطن لا يهتموا في هذا الموضوع كتير لأنه يعني رح يكون كيف رح يكون هو الفاصل في حياتكم رح كتير تلقوا يعني نتيجة جدا حلوة ومضاعفة ولكن لازم لازم كتير أنك يعني فعلا تركز على الموضوع ولازم تحاول أكتر من محاولة ما تيئس بسرعة لأنه شايف بهذا الكرت شوي شعور باليأس شوي أنك مليت يمكن من الدراسة من موضوع معين وممكن يكون مش بس بالدراسة ما عم يكون عندك صبر فبنقول لك لا في لازم يكون في صبر لأنه في بالنهاية رح يكون في عندك شخصين بيساعدوك أو شخص بيساعدك في موضوعين أو موضوعين رح يمشوا موضوعين رح يمشوا عندك عندك تستنى يعني فيهم فترة طويلة هدول الشغلتين طبعا أنا ما بعرفهم من تل اللي بتعرفهم يعني ممكن يكون موضوع عاطفي زائد موضوع عمل ممكن يكون صح زائد عمل المهم في موضوعين في مجالين انت عم تستنى فيهم فرصتين أو عم تستنى أو أمنيتين يعني بتستنى هم عم بيكونوا بين إيديك في أقرب وقت عم بشوفك هاي الفترة شوي عم تهتم بنفسك أكتر عم تطلع على نفسك أكتر مش أناني يعني لأ وكأنك تعبت من الاهتمام بالناس وما عم حدا يهتم فيك عم بتكون شوي تهتم في نفسك وهذا إشي رائع يعني بالعكس عم بتحب عيوبك عم تتقبل نفسك كما هي هذا الشيء كله بيزيد طاقة كله عم بيصير عندك طاقة إيجابية في هذا الموضوع وكأنه الطرف الثاني عم بيحسسك أنه أنت شوي يعني عم بتكون قليل أو يقلل من قدرك ولكن أنت عم بتعمل العكس بلاكس عم تنمي حالك عم بتكون بتشتغل في اتجاه معاكس ما عم تحقق له اللي بده ياه خلينا نشوف بالعاطف شوي لبر العذرها أو رح أعتمدهم عفكرة لا والله ما رح أعتمدهم لأنه تكرروا خلينا نأخذ كروت بشكل عشوائي عشان ما يتكرروا شوف هون بشوف في عندك صراع مع الشريك رح ينتهي هذا الصراع على خير عم بتكون كتير عصبي على الشريك أو الشريك يعني هاي القراءة بتكون عامة وعكسي القراءات العاطفية مثل ما بتعرفه عم بتكون كمان بدك تستعجل بالعلاقة بدك تعمل تطورات كبيرة بالعلاقة عم بتروح العلاقة لناحية جدية أكتر ما هي كنت أنت مبلش يمكن في العلاقة كهيك أنت أو الطرف التاني كعلاقة عابرة وعلاقة عادية ولكن عم بشوف التطور في هاي العلاقة شوفوا هون العلاقة الثلاثية عم بتنتهي في طرف ثالث في عائق يمكن يكون في كذا هذا عم ينتهي لأنه الكارث تطلع مقلوب فنكون متطمنين إذا كنا عم نشاكين أو كذا بالشريك أو بخيانة الشريك قلتلك قبل شوي إنك عم تهتم في حالك فبين عنا إنه من ناحية عاطفية تكرر عنا تقريبا نفس المعنى يعني أنت بتستحق كل اللي اللي عم تعمله عم تستحق إنك تاخد الجائزة عليه أو إنك تربحه فعم بشوف عم تضيع مش عم بتضيع عم تبذل جهده كبير بالعلاقة وهذا ما رح يروح عليك أنت مفكر إنه أنت الخسران أو راح عليك كتير لا مبين كتير إنه شوف في هاي الفترة كان عندك طاقة صلبية ما بعرف شو هي يعني حسد عين سحر ما بعرف هاي عم تنتهي هذا الشهر ليش لأنك عم تستشفي بأيديك التنتين عم بتحاول الاستشفاء عم بتحاول إنك تستشفي شوف هاي الأمور كانت مسبب كانت مسبب بتأخير معين تأخيرات في الحياة في العلاقة العاطفية بما أنه فتحنا على العلاقة العاطفية ولكن شوف بأيش فيه ورا الاستشفاء فيه ورا الاستشفاء كتير أمور أو أماني رح تتحقق وكأنه هذا الموضوع الطاقة السلبية كانت حاجز بينك وبين أمنياتك فبشوف أمنياتك ممكن تكون بالحب يعني أكتر من ممكن تكون في مواضيع تانية مع أنه احنا فتحنا على القراءة العاطفية قلنا أنه جلد الذات أو التفكير في الآخرين رح يقل رح تفكر أكتر في حالك دائما كنت تسأل عن الشريك أو تهتم بالشريك زيادة عن لازم الآن عم تنقل بالآية هو عم بيكون كتير معصب وسترس في الفترة الجاي عم بيحس أنه أنت عندك طرف تالت ممكن عم يشك شوي عم بيغار شوي وهو المطلوب فعم بشوف كتير أنت عم تربح المعركة ولكن خلينا نقول بسلاح ناعم بطريقة ناعمة مع أنك بالماضي كنت بستنى الكارمة كنت بدك حبيبك أو شريكك يكون خلينا نقول في ضائقة في مشكلة في كزا فلا بالعكس أنا بشوف في التقاء بيناتكم هون بشوف العزاب العزاب في فرصة حلوة يعني قدامكم خاصة من برج مائي ممكن يكون في ناس رح تترك الأديم وتبلش قصة جديدة تبلش قصة جديدة مع شخص جديد مختلف تماما في الصفات عن الشخص الأديم برضو يكون مائي شايف هاي الحياة الجديدة رح تكون أحلى رح تكون فيها مشاعر أكتر فيها عدل أكتر إذن هذا كان بشكل عام للعطفة الطاقات زي ما أنتوا شايفين في ترابية في نارية وعم بتكون كمان مائية وفيه برج الدلو كل شوي بيطلع لي في عندك حبيبي كمان انتصار بالعطفة انتصار مؤجل لكنه مية بالمية رح يتحقق كيف تطلع مقلوب في تأخير بهذا الموضوع ولكن هو موجود رح يتحقق يمكن مش بهاي الفترة اللي احنا قلنا عليها انتصار هو على طرف الثالث أن الطرف الثالث قينا بوضوح فخلينا نشوف بشكل عام شو النصيحة اللي ممكن تأدملنا ياها الكروت لبرج العذراء